مجلس التنسيق مجلس التنسيق في مجال حماية البيئة والتوقيع عليها رابعا تفويض معالي وزير الاستثمار أو ما يونيبه بالتباحث مع الجانب البنمي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية وهيئة جذب الاستثمار وتنمية الصادرات في جمهورية بنما للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر والتوقيع عليه خامسا الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة ترويج الصادرات الغانية في جمهورية غانا سادسا تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص أو ما يونيبه بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للتخصيص في المملكة ومكتب دعم تمويل البنية التحتية في الجمهورية الفرنسية وذلك للتعاون في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتوقيع عليها سابعا الموافقة على إنشاء عشر كليات أهلية ثامنا اعتماد الحساب الختامي لوكالة الفضاء السعودية لعام مالي سابق تاسعا الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين الخامسة عشر والرابعة عشر ووظيفة وزير مفوض وذلك على النحو التالي ترقية عبد العزيز ابن عبد الرحمن بن ناصر السويح إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشر بوزارة الداخلية ترقية منصور بن عبد الله ابن محمد الفليح إلى وظيفة مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة الداخلية ترقية محمد بن سامي ابن حميدي حمامي إلى وظيفة مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشر وذلك بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات ترقية عبد الله بن علي ابن محمد بن سيف إلى وظيفة أمين مجلس خبير بالمرتبة الرابعة عشر بأمارة المنطقة الشرقية ترقية صاحب السمو الأمير مصعب بن محمد الفيصر الفرحان آل سعود إلى وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية ترقية مرزوق بن سعد بن نويصح انفاعي إلى وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية كما اطلع مدرس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للتجارة الخارجية وهيئة رعاية الأشخاص ذو الإعاقة ومؤسسة البريد السعودي وصندوق النفقة ومركز الإقامة المميزة ومركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات